الأبراج علم مزيف وهذا الفيديو فقط للترفيه إذا وجدت فيه أمورا توافق الواقع أو تنطبق عليك فهذه مجرد مصادفات تذكر دهما لا يعلم الغيب إلا الله سلاثة أبراج يمكن أن تطعنك في الظهر علامات الأبراج هذه هي الأكثر احتمالية لطعن شخص ما في ظهره وفقا للنجوم من المرجح أن تتقاطع هذه العلامات الفلكية الثلاث وهي على التوالي قرج الميزان غالبا ما يربط الميزان بالعدالة والمساواة وذلك بفضل رمزه الحكيم ومع ذلك فإن هذه العلامات الهوائية تميل إلى أن تكون دبلوماسية بشكل خاطئ ففي محاولتهم الحفاظ على السلام يقومون بتشكيل انقسامات أعمق الميزان معروف بأنه متردد وغير حاسم إنهم ليسوا عاجزين تماما بل في الواقع معظمهم أشخاص مستقلون ومع ذلك فإنهم يميلون إلى انتصاص بيئاتهم مثل الإسفانج وسيبدأون بالتفاعل بقوة وإفراغ كل ما في جوفهم بمجرد أن يشعروا أن لهم تأثيرا قويا في محيط ما وبالتالي فمن المرجح أن يطعنك الميزان في الظهر لكن عن طريق الخطأ نادرا ما يتصرف الميزان بدافع الخبث لكنهم يكافحون من أجل منع الإضرار بالآخرين وذلك بالتزام الصمت أو ضبط رغبتهم الجامحة للثرثرة والنميمة أحيانا وللأمانة فإن الميزان وبنفس الطريقة يؤذي نفسه أحيانا ويسيء لصورته أمام الآخرين لكن في كل الأحوال حتى لو وقعت أسوأ السيناريوهات فإن مولود هذا البرج لن يعاني من الشعور بالذن البرج الثاني على قائمة الأبراج الثلاثة التي يمكن أن تطعنك في الظهر برج القوس القوس هو صاحب البرج الطموح مواليده يعيشون حياتهم كقائمة مهام عملاقة حدد هدفا حققه ثم كرره القليل يمكن أن يقف في طريق القوس المصمم وفي الحقيقة قلة من الناس يريدون فعل ذلك أن تكون في الجانب الجيد من القوس يمكن أن يجدب لك الحظ السعيد ومع ذلك فإن واحدة من أكبر عيوب هذا البرج هي إرادته العنيدة لبلوغ النجاح ولتحقيق ذلك سيستغل هذا الفرد المتحمس أفضل الفرص بغض النظر عما قد يضحي به في هذه العملية سيعتبر القوس أن طبيعة الأمور تسير وفق هذا النهج ويفترض أن الجميع يعرف أن ما يصدر منه ليس أمرا شخصيا في بعض الأحيان لا يجب أن تأتي فرصة أفضل لمولود القوس إنه نشيط ومتحمس بطبيعته ولا يهدأ بشكل لا يصدق إذا بدأ مواليده في الشعور بالملل أو البقوع في شباك الحب مع طرف آخر فمن المحتمل أن يتمردوا بأي طريقة ممكنة حتى لو كان ذلك يعني إيداء مشاعر شخص ما البرج الثالث على قائمة الأبراج التي تطعن في الظهر برج الدل مولود هذا البرج يسير على إيقاع الطبل الخاص به بشكل آني ومتغير مواليده يرفضون الالتزام بقواعد أي شخص أو بتوقعاته في الواقع كلما شعروا بالحاجة إلى ذلك قل احتمال قيامهم بذلك الدل يتوقوا إلى التميز وقبل كل شيء إلى الحرية عندما يتعلق الأمر بالإبداع والابتكار فهذا البرج يحقق إنجازات عظيمة لكن ليس كل شيء في الحياة عبارة عن جلسة عصب ظهني عملاقة في بعض الأحيان تكون الحياة مملة خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات ملتزمة طويلة الأمد أفلطونية ورومانسية إن التحكم في هذه الأوقات العادية يجعل الأشخاص العظماء المتحمسين أكثر حلاوة هذا تحدي خطير لمواليد برج الدل على كل حال إذا شعروا بأنه لا بد لهم من فعل شيء ما أو قوله أو دعمه فسيفعلونه بالنسبة لهم يعد البقاء صادقا مع نفسك أكثر أهمية من التفكير في مشاعر الآخرين ترجمة نانسي قنقر